خروج هذا القطار عن ما صاره طلع برة الأطبار ده نتج عنه وقوع وفايات ومصابين في الحالة اللي زي كده ارجع على طول لوزارة الصحة طيب أولا وزارة الصحة عملت ايه؟ وزارة الصحة دفعت فورا بعشرين عربية إسعاف لموقع حادث أطرق اليوب واللي حصل يمكن من شوية زي ما حضراتكم طبعا عارفين وتابعته أما المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار فقال أن الحصيلة المبدئية للإصابة تشير إلى وجود حالة وفاة واحدة نتمنى أنها لا تزيد عدد الوفايات عن ذلك بالإضافة لإصابة 16 مواطن ربنا يتم شفاءهم جميعا بينهم ثلاثة مصابين تلقوا الخدمة الصحية في موقع الحادث وغادروا قسم الطوارئ وفي ثلاثة غادروا قسم الطوارئ في مستشفى اليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية هناك يبقى كده ستة لأنه تم تحسن الحالة الصحية أما العشر المتبقين فهم بيتلقوا الخدمة الصحية في نفس ذات المستشفى وأغلب الإصابات بحمد الله غير مهددة للحياة كل التمانيات بشفاء العاجل ليهم وعودتهم إلى أسارهم في أقرب وقت ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى متحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قال أنه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بيقول أنه إحنا لن نتوانى عن تقديم كافة أنواع الرعاية الطبية اللازمة للمصابين طبقا للحالات الموجودة وطبعا ده مهم ولا تعليق على ذلك ولا مزايدة خلونا كلنا أولا نترحم على من لاقى وجه ربه ده أولا نتمناله أنه ربنا سبحانه وتعالى يسكنه في سيح جناته اثنين أنه العشر مصابين اللي لازالوا في المستشفى هم كمان يروحوا البيت بألف صحة وسلامة ونحن في انتظار بيانات النيابة العامة فقط لغير أرجوكم 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 بلاش هري على فيسبوك عمال على بطال بلاش نشير حاجة احنا مش عارفينها بلاش مش عارف نعمل لايك على حاجة مش فاهمينها إلى آخره يا جماعة دي حياة ناس وصحة ناس أي خطوة غلط بتتعمل بتوتر عيلة بالكامل فبعد إذنكم خلونا نشوف البيانات الرسمية بتقول إيه ونتعامل على هذا الأساس ترجمة نانسي قنقر